طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا بفيديو جديد والفيديو ده هيتكلم عن اللي حصل النهاردة من فينيسيوت جونيور المتقلق وسقوط تشيلسي لان التعادل لتشيلسي يعتبر سقوط اصلا يعني فعلشان عندنا كلام مهم في اللي حصل يوم السبت والحد الممتازين من الجولة المولعة دي فتعلالي بقى علشان اقولك بقى اهم الحاجات اللي حصلت بس قبل ما نتكلم خليك مع الانتر طبعا بقى هنبتدي بمباراة يوم الحد وهنبتدي باول مباراة وهي الريال مدريد الضيشبيلية اللي انتهت لريال مدريد والمرينج الجميل بنتيجة اتنين واحد طبعا لان ده ريال مدريد ولانه بيلعب على ملعبه لان في فينيسيو جونيور السونيور يا جدعان فينيسيو جونيور الاب 180 درجة والفضل كله بيرجع الى السيد والعبقري شلوط العالمي اللي خلى فينيسيو جونيور هو سينيور حرفيا يعني فينيسيو جونيور يا جدعان الفينيش بتاعه بقى عالي جدا 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 واعلى لعب مراغة في هذا العام لحد دلوقتي طبعا الى ان يستيقظ ليوني الميسي بسوبر هاتريك النهاردة بس سوبر هاتريك فينا جدعان سوبر هاتريك اسيست يا معلم لان ميسي بدأ يستيقظ فاحذروا غضب ليوني الميسي واحذروا باستيقظ رونالدو لما ييجي رالف رانجيك هنتكلم عن ده كله دلوقتي ولكن ريال مدريد ويش بيليا في مباراة ولا اروع مباراة حرفيا ادتنا كل المتعة اللي احنا داخلين نسمحها حرفيا لاني ش بيليا في الشوط الاول كان ماسك كورة على ريال مدريد حرفيا ما تلحاش من مناطق ريال مدريد الصراحة واللعابة كلها عمالة تاخد ريال مدريد رايح جاي وملدتاو بقى واللي بعده وكان بوس متقلق وكوندي وكله كان متقلق وبونو بونو بس بونو عنده مشكلة كده لما ييجي لعب ريال مدريد دايما بيغلط مش عارف فيها بونو بونو دايما بيغلط قدام مطشاط ريال مدريد غلطات سازجة بونو اصلا عامل اداءات ولا اروع في الدور الاسباني فبييجي قدام ريال مدريد ويغلط غلطات ملهاش اي ستين لازمة وطبعا بقى كان الحل الاوحد والحل الامثل لريال مدريد في الشوط الاول قدام دفاع زي بتاعي ش بيليا قدام تنظيم جماعي حرفيا حاجات عالمية مع ش بيليا الصراحة يعني تنظيم دفاعي وتنظيم هجومي وكل حاجة في الشوط الاول حرفيا نش بيليا كانت مسكا مطش من اول ديئة لحد ديئة 35 بالزبط فطبعا بقى والحد الشوط الاول طبعا لان الحل الامثل في يعني كسر التكتر الدفاعي ده هو التزديدات من بقيت فشفنا بقى ميل التاو جايب تزديد اول اربع وانهاها كريم بن زيمة الذي لا يحتاج للكرة الذهبية ولكن الكرة الذهبية هي اللي تحتاج لكريم بن زيمة وانت بتقول ايه يا ابني لانه هو الحكومة كريم بن زيمة لا يحتاج لضربات الجزائر اللي كي يسجل ولا يخذلك حين تحتاجه لان ده كريم بن زيمة طبعا علشان كريم بن زيمة يا باشا ندله احلى سلام واحلى تحية عليك يا بن زيمة فطبعا بقى بن زيمة في المكان والتوقيت الصحيح واتى بالهدف الاول لريال مدريد وهدف التعادل مع جبيليا لان جبيليا كان جايب بن والاروع بالرأس قدام كورتوة كورتوة اللي عن المفروض يتعملوا تمثال في ريال مدريد كده حرفين كورتوة متقلق 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 حرفيا والله العظيم تشهيل كور يا جدعان بجوان وفرص كانت تقدر تنهي المباراة بنقطة وحيدة لريال مدريد طبعا وكانت ممكن تنهي مباراة اصلا بعدم وجود نقاط لريال مدريد فكورتوة هو عنصر وخمسين في المية من اداء ريال مدريد لان خمسين في المية التاني هو لكريم بن زيم انت بتقول يا ابني ده كريم بن زيم وطبعا بقى في النسي الجونيور كان مختفي شوية بسبب التكتلات الدفاعية وقطع الكرة اللي كانت لعابة شبيليا بتعملها ولكن انشلوتي بزكاء طلع بقى جدد روح نص الملعب بنزول كامافينجا ونزل فالفيردي فبالتالي بقى هو كده بيستعمل هجمات على طول بيعمل هجمات الى ناتا فينيسي الجونيور السونيور بمراوغة ولا اروع واحدة في التسعين بونو ولا اي حد غير بونو يعرف في صدها اصلا واخد رجل المباراة وطبعا حرفيا فينيسي الجونيور تمن اهداف معدل تهديف عالمي معدل مراوغات ولا اروع ولكن ما تنساش يا نور منتك كبري بتاع دي ماري بعد كده هو رضاف واحد تاني بحركة رونالدونية كده بس برضو كبري دي ماري علم عليك يا عام فينيسي قضى على مراوغاتك دي كلها والله العظيم ففينيسي الجونيور وريال مدريد استيقظوا من الديئة 75 في الشط التاني الى نهاية المباراة الى ان اتى المنقص طبعا فينيسي الجونيور وانهى مباراة ريال مدريد بالثلاث نقط والصدارة ملكية برينج جميل وثلاثة وتلاثين نقطة لريال مدريد ويفضل الصراع باقي لريال مدريد واشبيليا دلوقتي في وجود المنافس الازلي برشلونة طبعا ماينفعش برشلونة مايكونش منافس ولا اتلتكو مدريد وفي فرق وفيها ريال منافس وكل الفرق دي لحد بالان مقدمة اداءات والارواع خلصنا بقى مباراة ريال مدريد واشبيليا نغش على طول لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اللي انتهت واحد واحد طبعا بقى مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي طبعا بقى مانشستر يونايتد ادانا دا يعني ادانا درس كده في يعني ايه دا دي السا مانشستر يونايتد هو رال فرانجيك جاي يزبط الاداءات يا جدعان رال فرانجيك هو العين الثاقبة ومكتشف اللاعبين مثل هالند وفرمينيو واللي متابع كويس اوي 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 هيعرف ايه اهمية رال فرانجيك دا كرؤية مستقبلية كادارة وجاي ست الشهور كده يا بابا مؤقت كده يدرب لحد وهيبقى بقى في الادارة لحد عام عشرين اربعة وعشرين فطبعا بقى مانشستر يونايتد هنشوف على ايده بقى اكيد حاجات عالمية لان يورجين كلوب بقى في المؤتمر الصحفي هناك مدرب رائع قادم الى الدور الانجليزي ويجب ان نحذر مكتشف تومس تخل وجابه من البار جابه من البارات وخلاه طبعا حمسه حفزه شايف فيه القدرة التدريبية لحد ان وصل تخل الى نهائي دوري ابطال اوروبا بفرقة تشيلسي اللي كانت في المركز الخامس وكان لامبرد معاك عكفا شوية كده الا انه اكتشف لنا ماونت طبعا وكذا لعيبة كده واخذ بهم دوري ابطال اوروبا في موسم ولا ارواع من تخل والى الان تشيلسي هو من اقوى الفرق اللي شفناها اصلا يعني فتشيلسي كان ضاغط على منشستر يونيتد بالامارة 15 ركنية ليه تشيلسي وصد ركنيتين وجمف اخر الدقايق لمنشستر يونيتد بس ايه المعضلة ان لوكاكو في صحته وان كريسيان ورونالدو في صحتهم هما الاثنين ويعودوا دكا ويقتلوا لنا متعة الماتش وطبعا عبارة شوش الان كان شغال يدافع وانا حلو في الدفاع خلاص ضبطوا الدفاع شوية ضبطت الدفاع شوية يقطعوا الكورة مفيش استحواز هما بيقطعوا الكورة كده وخلاص احنا كده استفدنا كل من الماتش الي احنا بقطع الكورة بس هما بالنسبة لهم يقطعوا الكورة ده كأنهم جابوا جول لانهم بيقطعوا الكورة ما بيعملوش بها حاجة بتضيعك ده هو خلاص تيجي تشيلس يضغط عليهم ياخد منهم الكورة ولولا الاخطاء اخيرا سانشو سجل في الدوري الانجليزي واخيرا سانشو سجل في دوري الابطال سانشو راجع تاني وبقوة بس ولكن اخطى خطأ من جورجينيو اللي راح جاب ضرب الجزاء بعدها وعوضها طبعا اه ولكن سانشو اضع القورة في الجون وطبعا بقى يعني تشيلسي كانت ضغطة ضغطة حرفين وجيمس الرائع جيمس الباك الرائع والعالمي يعني الصراحة فرقة تشيلسي فرقة ممتعة جدا يعني وكانت ضغطة على منشستر يوناتد زي ما قولنا وللمرة الخمسمية تشيلسي كانت تستحق ولكن منشستر يوناتد اخيرا يقدم لمسة دفاعية كده شفناها في المطش ده وطبعا بقى كريسيانو كان نازل ياخد كارت اصفر ومش عارفت دون ماله المطشات اللي جاية دي فيا رب يا ربنا يسلم على منشستر يوناتد بقى ونشوف بقى منشستر يوناتد من جديد راجعة فده كان كل كلامي عن مباراة تشيلسي ومنشستر يوناتد نيجي بقى لمباراة يوم السابت واخيرا برشلونة بانتصار عريض خارج ارضها بنتيجة 3-1 على الغواصات وامري امام تشافي وطبعا بقى لان تشافي كانت اول مبارااته امام فيا ريال وطبعا كانت انتهت في التعادل وكانت انتهت بالخسارة ولكن تشافي يرجع من جديد الى مبنى الغواصات ويكتسح الغواصات بنتيجة 3-1 طبعا في مباراة هي اقرب سنة الى وجود حظ فيها طبعا لبرشلونة لان برشلونة حرفيا بيديك بص من اول الدقيقة اول دقيقة بينزلوا فيها الملعب لحد الدقيقة 25 ولا لحد الدقيقة 30 اخرهم من المتعة تباصي هنا وتعملوا وتروحوا ويضيعوا هجماته وممس ديباي كابتن ممس ديباي صبح احسن رابر عندكم في هولندا يعني هو كينج اللقبة هناك في هولندا انت بتعمل ايه عم ممس ديباي يا عم جيب جون بقى هو فينيسو الجونيور السونيور ادك يعني ادك خلاص اللعنة ولا ايه مش فاهم المشكلة انه هدف مع هولندا المشكلة دي المشكلة انه هدف مع هولندا فبرشلونة بقى يعني ايه الجرسية فين يعني ايه الجرسية اللي جاي من منشستة ايه فين ايه الجرسية ايه 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 الجرسية ده انت بتهذر يا ابني هي ازربة يا حبيبي هي ازربة دي انت متخلف يا ابني مش فاهم انا الصراحة اللي في الدفاع وبيجيبني كده وبيكيفني لعبه هو روخه روخه ده يعني زكاء كده في الدفاع حرفيا ومن جويزة يعني نزلت بدل جوردي قلبة كان هيجيب العيد هو كمان فالدفاع للأسف يعني أحسن ناس في برشلونة يعني تخيلوا هنقول كوتينيو والله وديمبيلي المفروض هم اللي يشيلوا برشلونة كده وهنشيلوها وهيرجعوا لمستوياتهم وخصوصا دمبيلي وهنشوف أداء ولا أروع قدام ريال بيتيس وأكيد برشلونة راجع قدام بايرن ميونيخ لأننا عايزين يشوف برشلونة وسيظل برشلونة مرشح الأقوى في أي حاجة تتلعب في الدور الأسباني في أي حاجة تتلعب طبعا بقى فيا ريال بأسلوب بنفس الأسلوب أسلوب التضييع طبعا أنت ضيعت قدامنا جسة روناتة كسبت لا لازم أن تخلص الليجوان وتخلص الكور لأن حرفان فيا ريال كانت مسكة برشلونة دعكاها كده دعكاها إلى أن أتى ممس دباي بفكرة زكية وقالها أكمل القرى من وراء المدافع وحط الكورة عالمية في الجون وطبعا بقى كوتينيو وضربة الجزاء وإعادة الثقة إلى كوتينيو وده أمر مهم جدا جدا يعني فده بقى كان كل كلامي عن مباراة برشلونة وطبعا فيا ريال اللي انتهت للبرصة بنتيجة 3-1 وأخيرا البرصة يرجع إلى سكة الانتصالات ندخل بقى على طول بمبارايات كأس الليبترادوريس طبعا اللي انتهت لبالي مراس بنتيجة 2-1 واللي شاف الماتش هيشوف أن فلامينجو كانت كسحة بالي مراس ولكن الأخطاء والأخطاء والأخطاء تجعل بالي مراس بالجون التاني على طول وتأخذ البطولة التانية لها على التولي وتذهب آخر منتخب إلى كأس العالم واللي المفروض بقى الفيديو ده ينزل الساعة 4 إن شاء الله هتكون القرعة بتتعامل الساعة 6 قرعة كأس العالم الأندية وسنشهد منس هزفر بالبلندور ده كله هيحصل النهاردة يوم الاتنين إن شاء الله طبعا يعني إذا كان لنا عمرة نشوف الحوار ده ونطلع نتكلم عليه إن شاء الله هنتقابل بقى بعد ما نشوف من اللي خاد الكرة الزهبية ومن الظفر ومن الفرق اللي هتلاعب بعض في كأس العالم الأندية وطبعا بقى في المباريات القادمة هنحللها إن شاء الله ريال مدريد قدامها ماتشاط نارية انتر ميلا بقى وأتليتكو مدريد وحوارات حوارات يا باشا فنرجع بقى نتكلم عن الحوارات ده كلها ونحللها إن شاء الله وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير فبكده أكون خلصت الفيديو ومنسوش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودفع زر الجرس وتوصل للفيديو الدعم بميت لايك وتروح على التويتر بتاعتي تعمل في الوناك هتزار حساباتي عندك على الشاشة وأسابها لكم في لينك الوصف حسنا في فيديوهات جديدة وأقدد وسلام